مصر بلدنا زي ما هي غنية بكنوزها واثارها الفرعونية والاسلامية والقبطية غنية ايضا برموزها اللي بيعتبروا اسماء بارزة بيعتبروا قوتها النعمة عندنا ادباء عندنا فنانين عندنا رياضيين اثروا الحياة المصرية والعربية ومشهورين جدا في ربوع الاقليم كله ولان المصريين بيعتزوا برموزهم وبيهتموا بقوتهم النعمة بما تركوه من تراث ومقتنيات شخصية ولان كل رحيل لرمز من هؤلاء الرموز بيتكرر عندنا السؤال ايه مصير المقتنيات اللي بيسبوها وازاي حنحفظ عليها ظهرت احدى الحملات اللي اطلقها كاتب صحفي بيعرف باسم واقل السمر سازوائل السمر هو رئيس التحري التنفيذي لجريدة اليوم السابع وصاحب حملة اطلق عليها حملة لم يضيقها عمل الحملة دي ليه عملها عشان يحمي مقتنيات هؤلاء الرموز وبدأها بالصدفة من اكتشافه ان مقتنيات الفنان العظيم سامير صبري كانت رايحة للروبابيكيا واطلق الحملة في موقع اليوم السابع ولاقت صدى كبير جدا عند عدد كبير جدا من كل المهتمين كان ايضا في حملة عملها للفنان التشكيلي حسين بيكار ولكن بدأت ايضا تدخل مع حملة لن يضيع اللي بدأها مع الفنان سامير صبري خلينا نتكلم عن الحملة دي مطلوب مننا نحمل ايه نحافظ ازاي على هلاء الرموز وازاي نجمع كل هذا الامر في بوتقة واحدة خلينا نرحب الاول بالاستاذ والي السمر اهلا بيك اصوص مصطفى وسعيد بكلامك الجميل ده عن الحملة والله انت منورنا شكرا 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 وحملة لن يضيع لها تأثير كبير جدا على السوشيال ميديا وعلى المواقع ده بفضلكو والله يعني بفضل الوعي الكبير اللي عند الاعلاميين المصريين اللي يعني يلتفح علينا الحملة دي واحطوها بكل المحبة وكل الاحتفاء مقتنيات تروح للروبابيكيا ده حتى يعني اه هو يعني اذا قولك يا مكتش هتروح يا راحت فعلا يعني مقتنان سابر صبر هي راحت لروبابيكيا وعلي كده اتبعت للتجارة للتجار الانتيكس والأوراق والكتب والحمد لله انا انا جبتنا وده للأسف وصير يعني متكرر خلينا نبدأ عشان برضو المشاهد ما يقيه يمكن هو مش عارف برضو التفاصيل اللي عندنا الموضوع بدأ ازاي هو الموضوع في الحقيقة بدأ بشغف عندي انا انت عارف طبعا بحكم صدقتنا شغف بكل ما هو له علاقة بالتاريخ المصري والثقافة المصرية والفنو والفنو المصرية فالنا يعني جايلي طبعا من دراستي للأسار انا اصل خريج أسار قبل الصحافة كنت شغال في الأسار وبحب الأسار ودرسها فعندي هذا الشغف من زمان فبدأت طول الوقت مؤمن بفكرة ان الصحافة لو ما قدمتش جديد هتنضب يعني مش هيبقى فيه مخزون نجيب منه أي مادة تصلح للنشر فبدأت ادور بطرق غير اعتيادية عن الأشياء ذات القيمة وللأسف زي ما لقيت ان زي ما الأشياء ذات القيمة دي موجودة في المتاحف في المكتبات موجودة برضو في بيوت الناس وموجودة في بتوع تجار الورق وتجار الكتب الأديمة لأيدة فبدأت عملت سلة موضوعات من هذا انتلاقا من هذا لو تفتكر مرة برضو كنت احتفيت بي لما خدت إجازة نقاط الصحافيين وكنت عامل موضوع عن زكريا أحمد وكنت ناشر صور ووسائق نادرة لي وحصلت إجازة النقابة كان من نفس المصدر بالمناسبة يعني هو نفس الموضوع بقى لي سنين شغال عليه الألم بقى متكرر جدا وبقينا كل يوم نشوف ده وللأسف بقينا نشوف ده مع رموز احنا بنحبها وبنخف عليها وبنقدرها من هنا كان لازم نقول لا لازم ده يوقف هذا النزيف لابد أن يتوقف هذا العبس لابد أن ينتهي طب من هنا ينفع قطعك طبعا امتى هنا نقدر نقول دي حاجة الناس هم محرين فيها وامتى نقول لا دي حاجتنا كلنا ده 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 اللي حلتنا ده ترسنا ده قوتنا النعمة دي مختريات تخص شخصية عامة ما ينفعش أنها تروح بالمنظر ده هو طول الوقت ينفرق بين حق الأفراد وحق المجامية طول الوقت ينقدر نقول ده أنا عايز أقول لحبابك على حاجة في قانون الأثار المصري بيسمح بأن يكون لأي شخص حائز أثار اشتراها من فترة أو أو تموارسها أنه يحتفظ بيها ويكون هذه الأثار في حوزته يعني ما يروح ما يسلمهاش لمتحف بيسمح بده لكن بيبقى تحت إشراف الدولة يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنا عندي مثلا راس نفرتتي ورسها من جدي وأنا عايز أحتفظ بيها في بيتي القانون بيديه الحق أن أنا أعمل ده بس ما قدر شباحها بس ما قدر شباحها ولا هربها ولا هديه يعني لا ما ينفعش أثارها بيها بأي شكل الأشكال فلو إحنا عملنا مع إحنا للأسف كنت أتكلم مع مصطفى قبل الحلقة إحنا للأسف بنعتبر الأثار أو بنعتبر التاريخ هو التاريخ القديم فقط بنعتبر بس هو العصر الفرعوني هو الذي يجب أن نحتفي به طبعا الذي يجب أن نحتفي به بنعتبر أن العصر الإسلامية والكبتية أو أوائل القرن أو العصر التركي أو العثماني هو ده اللي إحنا نقيمه لا في القرن العشرين فيه طبعا إن القرن العشرين بالإضافة لقيمته وقيمة الرموز اللي فيه هو أقرب لنا وأحب لنا إحنا فاهمينه أكتر يعني فيه كلمة أستاذنا الصحف الكبير جمال عصي ألهالي تعليقا على الحملة دي قال لي أنت أثبت أن المصريين سلفيين قوي يعني مصر دي سلفية بتحب رموزها بتحب الناس اللي أثروا فيها عندنا انتماء غير عادي لكل الناس اللي أثروا في وجدنا فهذه الحملة يعني أعتبر أن ندل السلف الصالح اللي إحنا بالضبط يعني صحيح صحيح يوم لما وضوحة فإحنا فعلا إحنا عندنا ده ورد الفعل اللي أعقب الحملة بيأكد إن الخصيصة دي موجودة جوانا وإن إحنا شارسين جدا في الحفاظ على تاريخنا ومحبتنا ومتطرفين جدا في محبتنا ليه صحيح أنت بدأت بسامير صبري ودخلت شاقته بالصدفة لأن كان في حد صديقك كان حيأجر الشقة بتاعته وفوج إن أفلامه وتكريماته وشهادات تقديره وميدلياته ومتعلقاته كلها بتعرض عند باقي الروبابيكي إحكي لنا القصة دي عشان هي ربما بتوجع أي مصري قوي قوي يعني انت خيال قيمة زي فنان عظيم بعد ما يموت حاجاته تروح يعني للروبابيكي بالزبط فأنا عايز أقولك هو الأول الأول خط في الحملة دي أنا جبت لقيت فعلا حاجات سامير صبري عند أحد التجار اللي اشتريها من واحد بتعرض بك فاشتريتها مني بما فيها اللروع والصور وبعض الأفشات القديمة وعلى فترات بقيت تظهر حاجات تانية فالراجل ده بقى يعرف إن أنا مهتم بهذا أيوة سيزوائل عندي حاجات بالزبط كده فجمعت بنا شوات حاجات لما أطلقت نشرت الموضوع الأول وفي الحقيقة وزاق الإعلام كلها احتفت بيه بشكل جميل جدا قررنا إن إحنا نطور القصة وما نخليهاش عند سامير صبري بس فقررنا نطلق حملة لن يضيع للحفاظ على مختنيات الرموز أو للحفاظ على تراث الرموز مش برضو أنا مش عايزة أخليها مختنيات التراث كل لأن التراث ربما يكون قطعة ورق قد كده دي حاجة مهمة ربما يكون جواب كانت معايدة ودي حاجة مهمة جدا جدا في التاريخ والبحث بعد ما أطلقنا الحملة دي الراجل اللي أجر مكتب سامير صبري كلمني قال لي أعطس بايل أنا شفت حضرتك التلفزيون وشفت في اليوم السابع كذا 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 أنا لقيت المكتبة السليمائية بتاعت سامير صبري وكل دولاب كبير جدا كده لو تشوفوا في فيديوهات أتلاقي دولاب كبير الوعي بقيت ناس كلها بقيت عارفة أي يعني الناس باختلاف مستوياتها التعليمية وباختلاف ضربات الوعي بقيت عارفة قوي قيمة الحاجة وشكلها حتى وإن كاتشي بتمثلهم قيمة وجدانية يعني يعني هي عارفة قيمتها المادية يعني دي بتاعت حد مشهور فتتبع منفلوس كتير فازاي تروح لتاجر روبابيكيا أو لتاجر مش كل الناس عندها الوعي ده أولا مش كل الناس عندها الوعي ده ثانيا إحنا في أوقات كتيرة جدا أنا عايز برضه أبص بعين الرحمة والعذر لبعض الناس اللي بيولسوا الحاجات دي وهما مش شايفينها بذي ما إحنا شايفينها بزبط تعودوا عايشوا في وسطها فمش حاسين بيها مثلا ولأن هو ممكن يكون هو شايفني دي حاجات عادية يعني مش حاجات قديمة بالنسبة له الورثة فلوس أرض مش عارف إيه بزبط لكن مش قافيش فيلم ولا درع أنا أعمل بإيه درع إيه شقافيش فيلم إيه مذكرات إيه يعني شوط ورق يعني أنا عايز أقول حضرك أنا اليوم دي مبارح والنهاردة وإن شاء الله مكمل الإسبوع ده بكتب حلقات عن الفنان العظيم حسين بيكار تمام؟ وتراثه المتناسر تمام؟ حسين بيكار برغم أنه هو فنان عظيم وأنه هو حائز على جهزة النيل في أول إطلاق ليها وأنه هو كان عامل حالة وطنية وصحفية وفنية مهولة وكان من أهم الفنانين أصحاب البصمة في العالم ومن أغلى الفنانين اللي بيتباعوا بره دلوقتي بيقام بمئات الألاف من الدولارات برغم كل ده لما توفى فضلت كل أوراقه الشخصية ومتعلقاته موجودة مع زوجته بعدين زوجته توفت في 2012 الله يرحمها البيت بتاعه كله أو كل المغتنيات اللي كانت موجودة قالت لبنك ناصر الاجتماعي لأنه ما كانش يخلف وفي الأقرون بيمنح البنك ناصر الاجتماعي عربي في مازاد أو اللي عمل إيه؟ بتحدث في مازاد فعلاً ولولا رقمه ده يعتبر التراث إنساني زي ما بيقوله ده بيكار يعني اللي هو إحنا ده مثلاً تقدر تقول ده يعني لوحة بتدباع بره في قيمة عبد الحليم يعني مثلاً في قيمة فاليد لاطرش في قيمة أم غالسوم ده بيكار بيكار اللي هو صاحب أهم 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 بصمة في الفن التشكيلي مصر طبعاً عايزة أكلمك عن حاجة اسمها يعني عن صحة تعبيراً الثقافة المتحفية يعني أحد القنوات الإخبارية العربية بدون ذكرها اسمها عندها متحف ليه شهداءها من المراسلين الصحفيين دي نظارة المراسل الفلاني دي خزته اللي تقتل في العراق دي مش عارف إيه ودول حديث العهد طب دول أشهر ولا عبد الحليم وعبد الوهاب وبيكار واسمير صبري هو ده اللي أنا عايز أقوله إنت عايز تعملي هل عايز تحطهم في متحف هل عايز تكرمهم هل أنت النهاردة اقتنيت الحاجات دي وحطتها عندك في اليوم السابع نيكست الخطوة اللي طبعا دي كان مهمة جدا جدا نحن نفكر فيها من الأول عشان كده أنا تقدمت بمشروع دكتورة نيفين كيلاني كانت مهتمة برضو بالحملة أول ما طلعت وشملتها برعاية وزارة الثقافة هذه الحملة تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والخطوة الأولى الخطوة الثانية تقدمت لها بمشروع لعمل مركز الوطني لتراز رموز مصر ومتحف الخالدين هذه المختنئات كلها اللي يصلح منها للعرض تتعرض في هذا المتحف واللي لا يصلح للعرض يبقى موجود فيه أرشيف أو مخزن متحفي محترم موثق مؤرشف له صور ديجيتال محفوظة بشكل محترم يتيح ده للباحثين وللصحفيين وللمتابعين والمهتمين بشكل خاص بتراز مصر الثقافي وعايز أقول لحضورتك برضو أنا مش عامل المتحف ده عشان بس الفنانيين لأن جمال حمدان لا يقول لها أهمية عن عبدالحليم حافظ طب حمد يعني أرجوك ندق لوزارة الثقافة ولوزارة الثقافة أن احنا محتاجين مكان بيضم مقتريات رموز قوتنا النعمة طبعاً إحنا نعملها ونعرضها بشكل محترم وإحنا عندنا يعني طور كبير جداً في فكرة المتاحف وإزاي بتدينا نتعامل مع شكل المتاحف آه بنتعامل مع الثار يلا نتعامل بقى كمان مع الجزء الثقافي مننا هو ده في صلب الموضوع لأن إحنا أخذي بقى لحضارك لو الأثار دي الأثار اللي إحنا عفظانها في المتاحف دي يعني رجل ما أو امرأة ما قررت أن هذا الشيء له قيمة وقررت تحتفظ به ما كانش مصلت لنا صحيح يعني في رجل ما في العصر الإسلامي مثلاً قرر أن هذا الكرسي كرس النصر محمد المحفوظ في متحف فن الإسلامي قرر أن الكرسي ده لقييمة فاخده فاحتفظ به من كرن السابع الهجري أو الثامن الهجري احتفظ به لحد ما وصلنا إلى دلوقتي فلو إحنا ما قررناش دلوقتي عندنا وقلنا هذا الوعي وقلنا لأ هذه الأشياء لها قيمة وقررنا نحتفظ بها دلوقتي مش هنتيب حاجة للأجال اللي جاي ومش هنقدر نعرف نفسنا كويس مش هنقدر نوصق لحياتنا كويس أنا بكلمك ده مش بس فكرة أن إحنا نوصق للفنانين أو أن إحنا نحتفظ بيهم وليه ما يبقاش فيها كمان قصة زي ما بقولك لو اتكلمنا على الثقافة المتحفية يعني أنت بصك كده على المتحف اللوفر المتحف المتروبوليتان في حاجة اسمها الهولوجرام في مؤثرات سماعية وبصرية ده اللي بيتعامل بالمتحف المتحف المصر الكبير يعني مثلا أنا روحت بمكتب اسكندرية كان عاملين قاعل حسنين هيكل هم مفتحين موقرات لما شفت نظرت الأستاذ أنا أريد عدد كبير من كتبه وشفت الثور اللي معلقها ده مكتبه أصلا وشفت مقتنياته كتبه حاجة تدقي خالص أنت بتتعرف على جانب آخر من شخصيته هو مكتب اسكندرية في الحقيقة بتاعب دابز الجهد مشكور جداً في هذا المجال حقيقي جداً وهي عاملة بش بس كده وأنا أعرف أني عندها أكتر من خمسين مجموعة من الكتاب والفنانين والباحثين المهمين جداً لكن أنا عايز أقولك برضو طب لم نتوجيش إن ده 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 زي ما وجدتوا لوزيرة الثقافة دكتوراني بني كنان لم نتوجيوش أيضاً لدكتور أحمد زايد رئيس ملكب اسكندرية أنا أحترم مكتب اسكندرية كثيراً وأحترم الدكتور أحمد بشكل كبير جداً وأساس كبير جداً وأساسنا يعني وعلمنا كلنا لكن أنا عايز أقولك برضو برغم حبي وأحترامي لمكتب اسكندرية مكتب اسكندرية دلوقتي ما بقتش عندها القدرة أنها تستوعب كل ده ده حقيقة وأنا أعلم إن في كتير من الناس حاولوا يهدوا مختنيات أبائهم أو جديدهم وهما ما كانش عندهم مساحة ما كانش عندهم البنية التحتية اللي تستوعب كل ده ده جداً في مكتب اسكندرية بزرطة مكتب اسكندرية عندها بتعمل المناسبة مكتب الكتب الندرة في الجامعة الأمريكية برضو عندها نفس الشغف وبتجمع بعض الرموز وعايز أقول لك المركز القومي للمصلح في مصر في بعض المغتنيات المصلح القومي تقريباً أنا متلمش ده وتعمل المتحف الخالدين زي ما قلت بالزابط كده أنا عايز أقول لك عشان أعمل موضوع بيكار ده اضطريت إن أنا ألف على المتحف على المتحف الفن الحديث وعلى مكتب الكتب الندرة في الجامعة الأمريكية وعلى بعض المتعلقات أجمعها من أريبه وأصدقاءه والحاجات اللي سابتها بنته مهاني؟ الألات اللي بإخكار كان بيعزف عليها كلها كانت مرمية في الشقة لو دورتك الصور هتزعل مرمية بشكل دلوقتي هي محفوظة في الجامعة الأمريكية مكتب الكتب الندرة اللي هي في التجمع محفوظة هناك فكل هذا الشتات ما يعملش حالة كل هذا الشتات ما يقدرش يعمل لك استقافة متحفية اللي بتتكلم عليها دي ليه؟ لإن أنا عايز أروح زي ما بنعمل في المتحف في المصر الكبير اللي هو أكبر وأهم من المتحف في العالم ليه؟ عشان يبقى عندك صورة كاملة للحياة في مصر في العصر فراعون سحيح؟ بمؤثرات سمعية أبصرية تواكب القرن الحدي والعلى 20 ما الأمريكي أن نفسه يحصل عشان يبقى عندك صورة كاملة للمصر في القرن العبorial أنا عايزة خطوة قبل اللي أنتم بتقولوه أنا عايزة نشوف شكل أو ألية تخلي الناس تقدر تقول إحنا عندنا مقتنيات خدوها صح الأول نعمل حملة أصلاً نقول للناس اللي بيزيدا عن حاجتكم ما ترموهوش وما تبعوهوهوش لبتاع روابك إحنا حناخدوه في المتحف ونشيلو وبعدها نشوف ما عندنا إيه مقتنيات ونوزح حضرتك بحاجة مهمة إحنا عملنا ده فعلاً ده وعملنا حملة ترك أبواب وجب ويعني وستطلعنا أراء كتير جداً من الفنانين الكبار اللي عاشين معانا ده وقتا زي نبيل عبيد زي هاني شاكر زي ربنا يديم جميعاً الشهر قالوا إحنا نتمنى يبقى في مؤسسة تاخد الحاجات دي وإحنا نتمنى صحيح ده رقم واحدة الكتير جداً من أبناء وأحفال الفنانين اتمنوا هذا الموضوع وعايز أقول لك فنانين وأدباء وكتاب ومحلمين كل يعني أنا كلمت بأبناء صحفيين أو زمانة إحنا برضو معنا فريق في اليوم السابع شغال فريق محترم جداً 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 أنا مش شغال واحدة طبعاً طبعاً ولهم كل الشكر والتحية كلموا كل الفنانين على أتم استعداد كل أبناء الفنانين على أتم استعداد بس أنا مش خايف من الناس دي أنا خايف من الجيل التالت والراب يعني أنت عايز تخصص قطعة أرض أو مكان أو بلة قديمة نسميها متحف الخالدين والله العظيم دي الدر يعني فلوس لخزنة الدولة في وقت إحنا يعني أعتقد أن السائح السائح الخليجي اللي بيجي اللي هو يعني أكثر ربما يعني أكثر سائح بلغة الأرقام بيجي مصر محب هو طبعاً بيحترم الفراعنة وبيروح لهم وبتاع لكن هو أعتقد يعني أنه هو أكثر يعني لو أتقول له مثلاً هنا عبد الحليم غنى هنا دي نظرت اللّه اللّه الله حييجي وحيدفع فلوسه وهيعمل وهو محب كمان بيزار في النظر أي حاجة أنا عايز أقول لك أنا بش بس أنا عايز أكسب الدولة كمان من الموضوع ده أنا عايز أكسب الناس نفساً نفسها. يعني لو أنا ابني بعد ما أنا موت المكتبة بتاعتي أو الوسائق بتاعتي اللي أنا مفروضها وراس طبعاً هتبرع بيها الدولة أبلغو مفروضها وراس طبعاً. لا أنا هذه المختلفة. زي طبعات الكتب. لما دول النشر بتدي ده في المشروع اللي أنا مقدمه لأستاذ الوزيرة دكتور نيفينة الكلاني مقدم لها مشروع أن الناس اللي هتساهم معانا في تكوين هذا المتحف. لو حقق المتحف أي ربح مادي أو أي استغلال التجاري. وأنا عندي خطة لإستغلال التجاري للحاجات دي كلها. خلال خدمات إعلامية. خلال أفلام مصائقية. خلال التعاون مع دول النشر. خلال التعاون مع المراكز الأبحاث اللي جوه مصر واللي برا مصر. استغلال مادي مهم عندي خطة ده. ياخدوا من نسبة من هذا الربح إن وجد. فانت كده كأنك أنت حاطط هذه المجتمعات في بنك وبتجيب لك الفوائد. الله بصرف ريع بالظبط. الله عليك. خلاف ده خلاف ده. خلاف ده. انت حفظها ليك وللتاريخ. حفظها للبلد. وموسق رحلة الفن في هذا البلد. احنا مش هنختم بعد ختام أستاذ وقت. انا مش هنختم بعد ختام أستاذ وقت. انا مش هنختم ايه بصراحة انا مستمتع جدا. هذا هو ختام يعني هذا هو ختام الفقرة بجد سعداء جدا بوجودك شرفتنا ونورتنا وسعداء بالحبة اللي أطلقتها يعني احنا بنجدد الشكر للكاتب الصحفي الاستاذ وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع وصاحب حملة لن يزيع. احنا بنجدد الندى وان شاء الله لن يزيع واحنا بنضم صوتنا لصوتك في برنامج صباح القرية مصر وبننادي دكتوراني فيني الكلاني وزارة الثقافة. بننادي دكتور أحمد زايد رئيس مكة بسكندرية. بننادي كل الجهات المهتمة فعلا بالتراث الإنساني ان مصر فيها فنانين مهمين جدا. يعني دول قوتنا النعمة. طبعا مصر فيها أثار فرعونية وإسلامية وانا. موجودة في متاحة في الناس بتروح لها تدفع فلوس عشان تشوف لكن الناس دي لما تعرف ان التراث الإنساني اللي موجود في القرن العشرين اتحط في متحف وجمع كل رموز القوى النعمة في متحف زي وما الأستاذ وائل بيسميه متحف الخالدين. اعتقد ان دي خطوة مهمة بتحتاج لرعاية بتحتاج لجهود البرلمان تنسية شباب الأحزاب والسياسيين بتحتاج لدعموك وكلكو ان دي حاجة مصر كلها محتاجة شكرا لك سيدنا. شكرا يا سيدنا. شكرا يا سيدنا نورتنا والله. الله يخليك والله ينورتنا. ويا سعيد جدا بهذا الالتفاف الجميل. ربنا وفعنا يا رب. شكرا يا جزيك شكرا يا سيدنا